الحمد لله الغفار يوم التناد خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد أنزل الغيث مباركًا فأحيى به البلاد فأخرج به نبات كل شيء رزقًا للعباد نحمده سبحانه وتعالى حمد الطائعين العباد ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد ونرجوه النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأشهد أن لا إله إلا الله المضلُّ الهاد المنزَّه للذات عن الأشباه والأنداد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه جل في علاه سبقت كلمته أن من أطاعه عزَّ في الأرض وساد ومن عصاه وكفر به أمهله وهو له بالمرصاد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيِّد الأسياد سيِّد الأولين والآخرين من حاضرٍ وباد أزاكم الله خير خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد أرسله ربه تبارك وتعالى إلى أعيُنًا عُميَّا وإلى قلوبًا غُلْفًا فأبصر الأعيُن العُميَّا وشرح القلوب الغُلْفًا فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أرسله ربه تبارك وتعالى فجعله رحمةً للعالمين وخاتمًا للأنبياء والمرسلين وسيِّد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صبر صلى الله عليه وسلم على البلاء وتحمَّل الضرَّاء وعبد الله تبارك وتعالى حتى تورَّمت قدماه فنام صلى الله عليه وسلم على فراش الموت حتى تقابل مع مولاه فصلاةً وسلامًا دائمين متلازمين متكاملين متواصلين عليك سيِّدِي أبا القاسم يا رسول الله اللهم صلِّ على حبيبك وعبدك ورسولك ونبيك وخليلك عدد قطرات الماء اللهم صلِّ على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك وخليلك عدد حصوات الصحراء اللهم صلِّ على حبيبك وعبدك ورسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم عدد ما صلَّ عليه الأولياء اللهم صلِّ على محمدٍ عدد خلقك اللهم صلِّ على محمدٍ زِنَة عرشك اللهم صلِّ على محمدٍ مِذَادَ كَلِمَاتِك ثُمَّ أما بعد لله في الخلق آفاقٌ لعلَّ أقلَّها ما هو إليه هداكا ولعلَّ في النفس من آياتٍ عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكا الكون مشحونٌ بأسرارٍ لله إن حاولت تفسيرًا له أعياكا قل للطبيب تخطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى يَازَاعِ مَنْ شِفَى الْأَمَرَاضِ مَنْ أَرْدَاكا قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا قل للصحيح مات لا من علَّةٍ مَنْ يَا صَحِيْحُ بِالْمَنَا يَا ذَهَاكَا وَإِذَا رَأَيْتَ الثُّعْبَانَ يَنْفُسُ سُمَّهُ فَاسْأَلْهُ يَا ثُعْبَانُ مَنْ بِالسُّمُومِ حَاشَاكَا واسأله كيف تعيش يا ثُعْبَانُ أو تَحْيَا وهذا السُّمُّ يَمْلَأُ فَاكَا قل للجنين يعيش في بطن أمه بلا راعٍ ولا مرعى من الذي يرعاكا قل للأعمى يخطو في وسط الزحام بلا استضام من الذي يقود خطاكا وَإِذَا رَأَيْتَ النَّخْلَ مُنْ شَقَّ النَّوَى فَاسْأَلْهُ يَا نَخْلُ مَنْ شَقَّ نَوَاكَا وَإِذَا رَأَيْتَ الزَّرَّعَ يَرْبُو فِي السَّحْرَةٍ فَاسْأَلْهُ مَنِ الَّذِي أَرْبَاكَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَهْلًا مَا الَّذِي بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَغْرَاكَا ثم أما بعد مرة ثانية مرحبا بكم في بيت من بيوت ربكم مرحبا بضيوف الرحمن في بيت من بيوت الرحمن مرحبا بأهل القرآن في بيت من بيوت الرحمن مرحبا بأصحاب النبي العدنان في بيت من بيوت الرحمن مرحباً بمن أرادوا التحسين للقرآن في بيتٍ من بيوت الرحمن مرحباً بمن تركوا الدنيا والشيطان في بيتٍ من بيوت الرحمن اليوم بمشيئة الله عز وجل أسأل الله أن يبارك لي ولكم في هذه الدقائق وفي هذه الأوقات الطيبة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي وإياكم وأن يجمعني بهذا وإياكم في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه هل حفظتم المتون حفظتم المتون نعم إن شاء الله إن شاء الله حفظنا يا حسين إن شاء الله بأمر الله طيب نقرأ القرآن نحسن مجموعة تجلس هنا ومجموعة تجلس هنا تتركونا هذا خالد لماذا ناشي لا بأس لا بأس هيا نقرأ القرآن حتى لا يمر الوقت سريعا هيا للتحسين قال صلى الله عليه وسلم خيركم أسأل الله أن يرزقنا هذه الخيرية أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الخيرية أسأل الله أن يمن علينا بهذه الخيرية خيركم من هو يا رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتعلمون القرآن ويعلمون القرآن إنه ولي ذلك القدر عليه هيا شيخ ما شقه في أي سورة توقفنا الإنسان الإنسان انتهينا من الإنسان طب ما شقه رجيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مرة ثانية إنا خلقنا الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ليس نت خطأ هذه طاء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من بجواري جميل جميل الشيخ بارك الله فيك إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا مرة ثانية إنا الأبرار ليس الأب إن الأب خطأ إن الأب إن الأب إن الأب قلقناه ومراققه ليس مفخم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ليس طف إنما تف تف يفجرونها تفجيرا عينا يشرب عينا يشرب هذا يضغم بغنة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنسر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنسر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وعسيرا يوفون بالنسر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما من عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جميل شيخ جميل ما شاء الله ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تدليلا يوفون أنت تقرأ من المصر تركت آية ويطاف عليهم بآنية من قضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من قضة قدروها تقديرا ليس قدروها تقديرا ويسقون فيها كعسا كان بزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا أين فيها تسمى سلسبيلا تسمى هذه غنة هذه غنة شيخ أين فيها تسمى سلسبيلا من بجوارك ويتوف عليهم بلدان مخلدون يا شيخ اقرأ من مصحف كبير مصحف كبير يا شيخ ويتوف عليهم بلدان مخلدون لا تقول عليهم هذه ميم ساكنة بعد هواه هذا اسمه إظهار شفوي إظهار وليس إظهار ليس فيه غنة هذا إظهار شفوي ويطوف عليهم بلدان مخلدون ويتوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا قرأها مرة الثانية يا شيخ اسكالي لك ويتوف عليهم بلدان مخلدون ويتوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيما وملكا كبيرا نعيما وملكا كبيرا ما اسمك شيخ؟ أنت أول مرة تقرأ؟ أول مرة؟ ثاني ثاني مرة؟ عليك أن تقرأ كثير في كل مرة تجلس هنا في الأمام حتى تقرأ وتكون ماشي؟ استمر عليهم ثياب عليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب لا تقل عليهم هذا خطأ عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وَهُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا أنت مشكور عليك أن تقرأ كثير ماشي حتى تتعود تقرأ كثير ستتعود على القراءة بارك الله فيك ماشي من بجوارك إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَسَبِّحْهُ 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 لَيْلًا طَوِيلًا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءها يوم ثقيلًا حسبك الشيخ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخْذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إن الله كان عليماً حكيماً حسبك الشيخ عليماً حكيمة حكم هذه الكلمة سهلة ظهار ظهار حلقي يمين الدليل على الإظهار الحلقي إن المتون فالأول للحلقي همز جميل ماذا تقول الشيخ؟ ماشي كاماً استمر الشيخ كلمة عليماً حكيماً ذكرنا مراتباً لإظهار الحلقي أليس كذلك؟ أعلى وأوسط وأدنى عليماً حكيماً من أي مراتب الإظهار من أوسط من أوسط أعلى عند الهمز والها وأوسط عند العين والها هذه حاء عليماً حاء عليماً حكيم وأدنى عند الغين والخاء برق الله فيك ماشي استمر شيخ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً عذاباً أليماً أيضاً إظهار حلقي من أي مراتب لإظهار أعلى هذه من الأعلى الهمز ماشي شيخ تات السورة ماشي السورة التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذن المستقر جميل حسن تبارك الله فيك بجوار يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْخَرُ بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُرْآنَهِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهِ أَحْسَنْتْ أَنْبَجُوَالِ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وَجُوهُ يَوْمَئِذِ النَّاظِرَةِ حاسبك شيخ الله ما اجعلنا منه يا رب وَجُوهُ يَا هذا تنوين وقبعده حرف الياء ما حكم هذه الكلمة؟ إضغام جميل أي إضغام بغنى تكلمنا في تعريف الإظهار تكلمنا في حروف الإظهار تكلمنا في سبب الإظهار تكلمنا في دليل على إظهار تكلم عن الإضغام تعريف الإضغام حروف الإضغام أقسام الإضغام شرط الإضغام سبب الإضغام ردو منك أن تركز جيدا تترك المصحفة تنظر إلي عندنا الإضغام لغة الإضغار الإضغام لغة الإضغار الإضغار كان لغة البيان والوضوح البيان والوضوح الإضغام لغة الإدخال إدخال الشيء في الشيء من يقول تدغم وتدخل النون في الياء لا تقل من يقول هذا خطأ الصحيح من يقول أيضا النون مع المين من مال لا تقل من مال هذا خطأ الصحيح من مال أين النون أدخلت في الحرف الذي بعده وهو المين من مال إذن عندي الإدخال لغة الإدخال أو إدخال الشيء في الشيء واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك كلمة من يقول عند النون ساكنة وعند الياء متحركة يلتقي الحرف الساكن مع الحرف المتحرك التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من مال من فضل من النون ساكنة مال المين متحركة التقاء حرف ساكن بحرف متحرك في النطق تنطقهم حرفا واحدا لكنه مشدد هكذا من مال لا تقول من مال من مال خطأ الصحيح من مال تضغم النون في حرف الميم بحيث يصيران في النطق حرفا واحدا مشددا إذن الإضغام إصطلاحا إلتقاء حرف ساكن له النون الساكن أو التنين بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هذا هو تعرف الإضغام إضغام لغة الإدخال وإصطلاحا إلتقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا إذن هذا هو تعرف الإضغام أقسام الإضغام ها قسمين إضغام بغنة وإضغام بغير غنة إضغام بغنة له كم حرف أربع جمع في كلمة ينمو لكنها قسمان قسم إضغم فيه بغنة ها بينمو علما القسم الثاني إضغام بغير غنة وله كم حرف حرفين اللام والراء وجمعت حروف الإضغام بغنة مع حروف الإضغام بغير غنة في كلمة يرملون في كلمة يرملون ثم أخذ الإضغام بغنة ينمو وأخذ الإضغام بغير غنة حرفين وهم اللام والراء ذلك يقول الشيخ سليمان الجمزوري عليه رحمة الله في منظومة تحفة الأطفال والثاني إضغام بكام بستة أتت في أرملون عندهم ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة ما هي حروفه بينمو علماء ولما تكلم عن إضغام بغير غنة قال اللام وراء بذن عندي تعريف الإضغام عندي أقسام الإضغام قسمين إضغم بغنة وإضغم بغير غنة حروف الإضغام ستة أحرف يرملون الإضغام بغنة يأخذ أربعة أحرف وهم ينمو والإضغام بغير غنة يأخذ حرفين وهم اللام واللام وراء هذا تعريف الإضغام وأقسام الإضغام وحروف الإضغام عندي بعد ذلك شرط الإضغام الإضغام له شرط الإضغام له شرط الإخفاء ليس له شرط الإظهار ليس له شرط الإقلاب ليس له شرط الإضغام له شرط ما هو شرط الإضغام؟ أنه لا يأتي إلا من كلمتين لا يأتي من كلمة واحدة الإظهار الحلقي يأتي من كلمة ومن كلمتين من كلمة مثل منهم منها ينأون كل هذه الكلمة ويأتي من كلمتين مثل من آمن إن الله كان عليما حكيما يأتي من كلمة وكلمتين وكذلك الإقلاء يأتي من كلمة مثل إذن بعث أشقاها ويأتي من كلمتين مثل من بعد والإخفاء يأتي من كلمة مثل منكم ويأتي من كلمتين مثل من قبل من دود من صلصال كثير في القرآن أما الإضغام فليأتي إلا من كلمتين ولذلك في المتون يقول والثاني إضغام بستة أتت فيه يرمنون عندهم لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم فلا تدغم فإذن اتفقنا أن الإضغام يأتي من كم شرطه أن يأتي من كم كلمة من كلمتين طيب ما الأمر وما الحدث وما الفعل إذا جاء في كلمة واحدة إذا جاء حرف من حروف الإضغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة نقول أن هذا لا يسمى إضغاماً وإنما يسمى إظهاراً مطلقاً إظهاراً مطلق حينما يأتي حرف من حرف الإضغام مع النون في كلمة واحدة هذا ليس إضغام إنما نسميه إظهاراً مطلق إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم وحدث هذا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم في أربع كلمات فقط أربع كلمات التي فقدت شرط الإضغام وسميت إظهاراً مطلقاً وهي كلمة الدنيا والصنوان وقنوان وبنياء أربع كلمات جاء حرف الإضغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة وهذا لا نسميه إضغام نسميه إظهاراً مطلقاً حينما تأتي كلمة الدنيا وأقول لك ما حكم هذه الكلمة تقول لي إظهار مطلق صنوان إظهار مطلق قنوان إظهار مطلق بنيان أيضاً إظهار مطلق فهمتم؟ يبأ شرط الإضغام أن لا يأتي إلا من كلمتين فإذا جاء من كلمة فلا يسمى إضغاماً وإنما يسمى إظهاراً مطلقاً وذلك في أربع كلمات في القرآن الكريم كلمة دنيا وكلمة صنوان وكلمة قنوان وكلمة بنيا هذه الكلمات الأربع هذه الكلمات الأربع فضل الشيء إذن شرط الإضغام أنه لا يأتي إلا من كلمتين فإذا جاء من كلمة يسمى إظهاراً مطلق هناك أمر أريد أن أقوله لكم لكن أريد أن تنتبهوا جيداً وأن تركزوا جيداً كلمة دنيا كلمة صنوان كلمة قنوان كلمة بنيان لماذا هذه الكلمات الأربع لا نضغم فيها لماذا لا نضغم فيها حينما تأتي كلمة دنيا لا نقول ديا ننسكنها وقع بعدها حرف الإضغام هذا إضغام لا نضغم اعلموا أنما الحياة دنيا سورة الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال لا نقول اعلموا أنما الحياة الدنيا هذا لي صح لكن نقرأ اعلموا أنما الحياة الدنيا لماذا نقرأها بالإظهار هذا سؤال لماذا نقرأها بالإظهار مع أنه جاء حرف الإضغام بعد النون السكن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال أنا لا أجيب عليه إلا بعدما أسمع الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم لما لا تصلون على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله البخيل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي على النبي أنا أعرف أن أهل الإندونيسيا أهل الكرم ليس بخلاء عليكم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لا نضغمها لأربعة أسباب لأربعة أسباب لكم سبب أربعة أسباب أنا أسألكم سؤال في أول مرة أو ثاني مرة أو ثاني محاضرة جئت هناك كتبنا على الصبورة أول سورة ألم نشرح مكتوب من ألف ولا من وميم أليس كذلك؟ وأول سورة البقرة مكتوب من ألف ولا من وميم أليس كذلك؟ لكن في أول سورة الشرح ننطيقها ألم نشرح أليس كذلك؟ في أول البقرة لا نقول ألم نشرح أليس كذلك؟ هذا اسمه التلقي والرواية اسمه ماذا؟ التلقي والرواية ما معنى التلقي والرواية؟ أي هذه الكلمات تلقيناها هكذا بسند صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قرأ أول الفيل ألم ترى ألم وقرأ أول البقرة ألف لام ميم إذن نقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه التلقي والرواية المشافة أنك تقرأ على شيخ وشيخك قرأ على الشيخ الذي قبله والشيخ الذي قبله قرأ على الشيخ الذي قبله وقبله وقبله إلى أن وصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسمه التلقي والرواية هذه الكلمات الأربع الدنيا والصنوان وقنوان وبنيان قرأها النبي بالإظهار مع أنه أتى حرف الإضغام بعد النون السكن دنيا نون سكنة وقبعدها يا أليس كذلك هذه الياء من أي حروف من حروف الإظهار أم من حروف الإضغام الإضغام لكننا لا ندغم لماذا؟ لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا بالإظهار وقرأها الصحابة من بعد النبي وقرأها التابعون من بعد الصحابة وتابعوا التابعون إلى أن وصلت إلينا هكذا بأسانيد صحيحة متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الأول في أننا لا ندغم هذه الكلمات الأربع هو التلقي والرواية أي أن هذه الكلمات قرأناها عن مشايخنا مظهرة ومشايخنا قرأوها عن مشايخهم ومشايخهم قرأوها عن من قبلهم هكذا بالإظهار إلى أن وصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السبب الأول في عدم إضغام الكلمات الأربع هو التلقي والروية قرأها النبي مظهرة وقرأها الصحابة مظهرة نحن كذلك نقرأوها مظهرة كما قرأ النبي وكما قرأ الصحابة فهمتم؟ هذا هو السبب الأول السبب الثاني أن هذه الكلمات فقدت شرط الإضغام الإضغام له شرط ما هو شرطه؟ أن يأتي من كم كلمة كلمتين هنا الإضغام أتى من كلمة واحدة فقد شرط الإضغام إذن لا نضغم لأنه فقد شرط الإضغام فهمتم؟ شرط الإضغام أن يأتي من كم كلمة كلمتين هنا أتى في كلمة واحدة فقد شرط الإضغام إذن لا يصح أن يكون إضغام وإنما نسميه إضغام مطلق أسألكم سؤال الطهارة الطهارة تعرفون باب اسمه الطهارة في الفقه الطهارة هذه شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ ينفع أنك تصلي بدون طهارة بدون وضوء لا يصح إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة أليس كذلك؟ كذلك أيضا شرط الإضغام أن يأتي من كلمتين يصح إذا أتى من كلمة أن نضغمه لا يصح إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ب or الشرط الأول التلقي والرواية السبب الأول التلقي والرواية هذه الكلمات لأربع لا نضغمها لماذا؟ لأسباب السبب الأول التلقي والرواية هذه الكلمات قرأها كهكاز النبي صلى الله عليه وسلم مظهرة إلى أن وصلت إلينا السبب الثاني أنها فقدت شرط الإضغام الإضغام يأتي من كلمتين أما هذه أتى من كلمة واحدة فقدت شرط الإضغام السبب الثالث أننا لو أضغمنا في هذه الكلمات لضاع معناها لضاع معناها إذن لا نضغم حتى لا يضيع المعنى لو قلنا اعلموا أنما الحياة الدية لا أحد يفهم هذه الكلمة معناها ذهب ليس لها معناها اعلموا أنما الحياة الدية لعب ولهو لا أحد يفهم لا أحد يفهم كلمة صنوان وغير الصنوان وكلمة قنوان وكلمة بنيان فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سورة الأنفال كلمة بنيان لو أضغمنا لو قلنا بنيان لضاع معناها بإذا لا نضغم حتى لا يضيع المعنى السبب الثالث لا نضغم حتى لا يضيع المعنى أولا التلقي والرواية ثانيا أنها فقدت شرط الإضغام ثالثا أنها لو أضغمناها لضاع معناها رابعا وأخيرا رابعا أخيرا تدرسون اللغة العربية والصرف تدرسون الصرف تدرسون الإسم الأجوف والمعلول والممدود والمقصور تدرسون الإسم المضاعف المضاعف وكان فيه تشديد مثل رية تدرسون هذا لو أضغمنا هذه الكلمات لأصبحت شبيهة بالإسم المضاعف وقلنا دي وصوان وقوان وبيان لأصبحت شبيهة بالإسم المضاعف في اللغة العربية وفي الصرف وفي الاشتقاقات مثل ري ري والأمثلة كثيرة هذه الكلمات دنيا صنوان وقنوان وبنيان جاء حرف الإضغام بعد النون الساكنة لكننا لا نضغمه لماذا؟ لأسباب أربع السبب الأول التلقي والرواية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مظهرة فنحن نقرأها كما قرأها حبيبنا ورسولنا ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم السبب الثاني أنها فقدت شرط الإضغام ما هو شرط الإضغام يا شيخ؟ شرط الإضغام أن يكون من كلمتي أما هذه أتى من كلمة واحدة إذا لا نضغمه بل سبب الأول التلقي والرواية السبب الثاني أنها فقدت شرط الإضغام السبب الثالث لا نضغمها حتى لا يضيع معناها لأننا لو أضغمناها لضاع المعنى لو قلنا دنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لا أحد يفهم بيان قوان صنوان لا أحد يفهم السبب الثالث لا نضغم فيها حتى لا يضيع معناها السبب الرابع والأخير لا نضغمها حتى لا تلتبس بالإسم المضاعف في الأسماء المصروفة في الاشتقاقات في اللغة العربية فهمتم أتمنى من الله أن تكونوا فهمتم إذن نرجع مرة ثانية قلنا تعريف الإضغام قلنا أقسام الإضغام قسمين بيقولنا وقلنا حروف الإضغام وقلنا شرط الإضغام ما هو شرط الإضغام أن يأتي من طيب إذن هناك سؤال ما الحكم لو أتى من كلمة واحدة لا نسميه إضغام وإنما نسميه إضغاراً مطلق وذلك في كم كلمة في القرآن أربع كلمات دنيا بارك الله فيكم إذن نعرفنا تعريف الإضغام أقسام الإضغام حروف الإضغام شرط الإضغام بعد ذلك سبب الإضغام سبب الإضغام قلنا في الإضغار سبب الإضغار بعد المخرج بعد ماذا؟ المخرج أما في الإضغام فسببه قرب المخرج سببه قرب المخرج لما كان هناك قرب شديد بين الحروف أضغمت في بعضها لما كان هناك قرب شديد بين حروف الإضغام وبين النون الساكن والتنوين حدث الإضغال وحدث الإضغام التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث وسراني حرفا واحدا مشددا لكن في الإضغار هناك بعد بعد المخرج هذا بعيد وهذا بعيد لا يستطيع أن يدخل هذا في هذا لأنه بعيد أما هذا وهذا قريب ممكن هذا يدخل في هذا لأنه قريبا منه لأنه قريبا منه بل الإضغام سببه قرب المخرج أما الإضغار سببه بعد المخرج جميل بعد ذلك إذن تعرف الإضغام حروف الإضغام أقسام الإضغام شرط الإضغام سبب الإضغام قرب المخرج بعد ذلك أمثلة الإضغام كثيرة من مال مع الميم من نعمة مع النون من وال مع الواو من يقول مع الياء من ربكم مع الراء من لدنه مع اللام والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم وأخيرا الدليل على الإضغاء الدليل على الإضغاء الأما الإضغام بغنى فقال والثاني إضغام بستة أتت في رملون عندهم لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما هذا دليل الإضغام بغنة دليل الإضغام بغير غنة والثاني إضغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن دليل شرط الإضغام إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان انتلا فهمتم فهمتم جيدا أنا أريد أن أسأل ما هي حروف الإضغام حينما نقول حروف الإضغام فقط لا تقول ينمو يرملون حينما أقول حروف الإضغام بغنة تقول لي ينمو أنا لم أحدد أقول ما هي حروف الإضغام يرملون ما هي أقسام الإضغام إضغام بغنة إضغام بغنة له كم حرف وهم جمعوا في كلمة وإضغام بغير غنة وله حرفين وهما لمرة بارك الله فيكم شرط الإضغام أن يكون ما الحكم لو أتى من كلمة ماذا نسميه ماذا نسميه ظهارا مطلق وذلك في كم كلمة بارك الله فيكم ما هو سبب الإضغام قرب المخرج قرب المخرج معكم كتب تجويد تذاكرون فيها معكم كتب تجويد تذاكرون فيها معكم بارك الله فيه قرب المخرج ما هو تعريف الإضغام الإضغام لغة لإدخال إدخال إدخال واستلاحا التقاء حرف ساكن بحرف بحيث وسراني حرفا واحدا مشددا يا الله أغلقوا القرآن صدق الله العظيم وهيا إلى المتون حيا إلى المتون الأطفال الصغر إن شاء الله يقرؤون قرآن المر القادمة إن شاء الله حسين ومسلم وغانم وغانم إن شاء الله يقرؤون المتون ها حفظتم المتون يا الله هيا اقرأ شيخ بسم الله قول الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للموريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفط الأطفال عن شاخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاخد تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغم بستة أتت في يرمولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بعنبيا معلما كما أحسرتك جيد يا صديقي يحسرتك فقط إذا كان ا بكلمة ستمر بل إذها كان بكلمة فلا تدخم كن دنيا كن دنيا كن دنيا ليسا كن دنيا كن دنيا كن دنيا كن دنيا كن دنيا كن دنيا قال والثاني إدغم بغير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد وآله ومن تلا وبعد هذا ندم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع التلاب والأجر والقبول والثواب أمين يا رب ها حافظت شيخ بجواري حافظت حافظت أنت حافظت ما شاء الله حافظتهم حافظت يا حسين أين حسين حافظت ها هؤلاء يحافظوا حافظتهم أم لا أخر آمير نون للنون إن تسكن أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخستبيين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعرفي حمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم عين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرأس ما كررنه والثالث الإقلاب عند البائي ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سماه دم طيبا زد فيه تقضع ظالما اقرأ حصين يقول راجل بسم الله الرحمن الرحيم يكون راج رحمة وفودي دوا سليما هو سلسودي الحمد لله مصليا على محمد وعاني ومن تلا وبعد هذا النظم للوريد في النون والتنمين المدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المين الكمالي أرجو به أن ينفى التلابا والأجر والقبون والثوابا إن شاء الله يقرأ المتون بالتجويد بالتجويد يقرأ بالغنى وبالإظهار وبالإظهار جميل بعوس ممتاز ممتاز يا حصين برك الله فيك برك الله فيك هل هناك أحد يقول أنا أحكاب أحكاب المتون هل حفظته المتون لا تستحيون من كان حافظ فليقرأ نحن أخوة كلنا الأحد من حفظ هنا لما 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 حفظت حصين اعطي له من أول شيخ نعم من أول حصين قرأ من الأول قرأ أنت من لنوني تسكن هيا من أجل الوقت لنوني إن تسكن وليتنويني أربع أهكم فهن تبيني فالأول الإظهار قبل أخرفي للحق ست رتبت فأنتعرفي الأول الإظهار قبل أخرفي للحق ست رتبت فأنتعرفي همزن فهاء ثم عين هاء مهمة لا تني ثم غين خاء وثاني إذ قاموا بستة أتت في يرمولنا إنهم كثبت لكنها كسمان كسم يرقما فيه يقولون أن تنمي يرمو لما سأسبق شيخ هل هو كأحد هل هو كأحد هل حفظتها شيخ ماشي يقوله هم إلا إذا كان بكلمة فلا تبرهم كدنيا ثم صوان تلا والثاني إدغام بغيرهن في اللام والرأي ثم كررن والثالث الإقلاب عند البائي بمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضلي من أهروب واجب للفاضلي في خمسة من بعد أشرم رمزها في كلم هذا البيت قد ضمتها صب ذا سانا كم جاد شخص قرسما دم طيبا سر في طوقا ظالما من حفظ حفظت شيخ حفظت لا تستحي أنت حفظت ملا بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النذب للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي دي الكمان أرجو به أن ينفع الطلابا والأجر والقبول والثوابا للنون إن تسكن وللتنويني أرباء أحكام فخد تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي هل هناك أحد حفظ هذا الشيخ همز فهاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إذ غوم بستة أتت في يرمولون عندهم قد ثابتت لكنها قسماني قسم يلغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كالدنيا ثم سنوان تلا والثاني إذ غوم بغير غنة في اللام والرى ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة ما الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها ثف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في طوقا ضع ظليما جميل طبعا أنا أقول من يحفظ أنت لما لا ترفع يدك في الماضي قد أقرأ قد استحييت لا تستحيون هذا العلم ليس فيه حياء وليس فيه حرج وليكم أن تحفظوا تسمعون المتون في الصباح بعد القرآن أحيانا حاولوا حاولوا أن تحفظوا بارك الله فيكم هذه الأيام تمر وكل العمر سيمر ولا يبقى إلا الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وليه ترجعون أسر الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الحاملين لكتاب الله عز وجل ومن العاملين بما فيه وبما مقتضاه من أوامر ونواه وغير ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته